حبايبي طلبت وطلبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم مرة تانية في الجرامر الخاص بالدرسة في الوحدة التانية واللي بيكلم لي عن أبوسترو في اس الملكية امتى احط أبوسترو في اس الملكية وامتى احط اس أبوسترو في ملكية ده اللي هنعرفه في الدرس ده ان شاء الله قال لي أبوسترو في اس الملكية بتيجي عشان تحدد ملكية شيء لشخص او شخص لشخص اهم حاجة بتيجي عشان تحدد الملكية قال لي أبوسترو في اس الملكية بتوضع على الاسم بي المنظر ده ودايما بتخلي الحاجة اللي بعدها ملك اللي قبلها يعني لما اقول احمد زكار احمد زكار معناها سيارة احمد اللي خلت السيارة دي بتاعت احمد هي أبوسترو في اس الملكية أبوسترو في اس الملكية دي خلت السيارة دي بتاعت احمد من غير ابوسترفي اس ولا ليهم اي علاقة بعض انما لما اقول احمد زكار معناها سيارة احمد وخلي بالك لما اجي اترجم احمد زكار ما اقولش احمد سيارة لا لازم اقول سيارة احمد منطق الاسم اللي بعدها الاول وبعدين هنسيبه للاسم اللي قبلها وخلي بالك برضو ان انا ما بنطقش ابوسترفي اس الملكية يعني ما اقولش احمد اسكار امال اسمها احمد زكار جن احمد زكار نفس الكلام لما اقول هالة سبوك اللي خل الكتاب ده بتاع هالة هي أبوستر في اس الملكية او انا عايز اخلي الكتاب ده بتاع هالة يبقى لازم احط الهالة أبوستر في اس الملكية يبقى هالة سبوك يعني كتاب هالة ما اقولش هالة كتاب وبرضو ما اقولش هالة سبوك لا لازم اقول هالة سبوك بلزا أبوستر في اس الملكية في الاسم على طول يبقى هالة سبوك طيب قال لي ان أبوستر في اس الملكية بتضاف للانسان او الحيوان طالما مفيش في اخره اس يعني لما اقول the cat's leg يعني رجل القطة عادي جدا حطيت ابوستر في اس الملكية للحيوان خليت الرجل دي بتاعة القطة نفس الكلام لما اقول the dog's tail the dog's tail يعني ديل الكلب احنا عارفين ديل الكلب عمره ما يتقدم the dog's tail يعني ديل الكلب ايه اللي خلت ديل ده بتاع الكلب هي ابوستر في اس الملكية بما اقولش the dog is tail لا اقول the dog's tail اللي هو ديل الكلب قال لي ان ابوستر في اس الملكية بتوضع لبعض الاشخاص عشان تبين الاماكن اللي هما بيشتغلوا فيها يعني عندنا كلمة butcher يعني جزار لو انا حطيت له ابوستر في اس الملكية حيبقى the butcher's the butcher's اللي هو محل الجزار تاني the butcher's اللي هو محل الجزار مش مقصوب بجزار كشخص نفس الكلام baker يعني خباس ده الشخص لو انا قلت baker's يعني حطيت لها ابوستر في اس الملكية دي تبقى محل الخباز او المغبز لكن مش الشخص نفسه يعني لم اقول the baker's يبقى ده المغبز يعني معناها the baker's shop بس هو هشلي كلمة shop يبقى ازا لما لاي ابوستر في اس الملكية محطوطة ليه لاشخاص دول يبقى بيدينا المحل او المكان اللي هما شغالين فيه عشان كده لما اجا اقول i went to the baker or baker's to buy bread يعني انا رحت للخباز الشخص ولا للمغبز عشان اشتري خبز لازم اقول baker's اللي هو المغبز ما قلتش بيكر لان الشخص ده ممكن يكون متواجد في اي مكان تاني غير المغبز لكن بقول بروح للمكان اللي هو المغبز نفسه عشان اشتري خبز قال لي ان ابوستر في اس الملكية بتضاف لبعض التعبيرات اللي بتعبر عن الوقت شكله مقول مثلا نروح للمدة خمس دقايق قال لي بقول five minutes break five minutes break يعني مقول حاجة للمدة تقدي ايه بجيب للمدة دي ابوستر في اس الملكية او اس ابوستر في الملكية قال لي لو كان المدة دي مفرد شكل ويك شكل داي شكل منت قال لي بحط له ابوستر في اس عادي شكله مقول او ويك سهل داي يعني اجازة لمدة اسبوع هنا اسبوع واحد بس فبالتالي حطت له ابوستر في اس ملكية طيب هنا بقى بيقول لي five minutes break قال لي الراحة دي المدة خمس دقايق هقول لك الخمس دقايق ده اسم جمع شكل ما هنشوف دلوقتي فعشان كده حطت له اس ابوستر في ويعني انا وحطت لها ابوستر في بس ليه لان الاسم الجمع ده بينتهي باس قال لي لما الاسم الجمع ينتهي باس قال لي بحط ابوستر في فقط ويبقى اسمها اس ابوستر في تاني بحط ابوستر في فقط ويبقى اسمها اس ابوستر في يعني تعال نشوف بايز سكول بايز سكول معناها مدرسة بنين او مدرسة اولاد لو انا بصيت حلاقي ان الاسم اصلا بايز بايز ده اسم جمع في نهايته ايه قال لي في نهايته اس قال لي بحط له ابوستروفي بس ويبقى اسمها اس ابوستروفي فبالتالي اقول بايز سكول يعني مدرسة بنين نفس الكلام جيرل سكول يعني مدرسة بنات قال لي الاس دي اصلية اصلا في الاسم لان اسم جمع بنتيب اس فبالتالي بحطيها فعشان كده بقول عليها لكن انا ما بحطش على اسم وبعدين أبوستروفي انا حطيت أبوستروفي بس وهي بقى اسمها فبقت نفس الكلام يعني حجرة المدرسين حجرة المدرسين المدرسين اصلا جمع في نهايته وروم يعني حجرة فبالتالي قلت حجرة المدرسين حطيت أما لو قلت كده هولا قا طالما فيه ابوستروفي S يبقى أصل الكلمة أصلا teacher يعني مدرس واحد يبقى دي معنى غرفة المدرس ولما يكن فيه S ابوستروفي معنى ان انا حاطت ابوستروفي بس يبقى أصل الكلمة teachers جامع ده اللي بيفرق الإسم المفرد عن الإسم الجامعي إذا كان الإسم جامع في نهايته S احط ابوستروفي بس ويبقى اسمها S ابوستروفي طب قدر لي مصر الاسم جامع وما فيوش اس يعني الجامع بتاعه شاز قالك لأ بحط أبوصرفي اس عادي جدا بل أبوصرفي بس مرتبطة بإن الإسم يكون في نهايته اس الإسم الجامع يكون في نهايته اس لكن لو ما فيش في نهايته اس يعني جامع شاز شكل مثلا من من ده اسم جامع وشاز يعني مش منتهي أصلا باس فقالك عادي جدا حطط له أبوصرفي اس فلما جقول ملابس رجال بقول يبقى انا حطيت ملابس بعد الرجال وحطيت للرجال ابو سرفي اس عادي جدا ليه لان هي مش منتهية بس طيب نفس الكلامة بمعنى اطفال طب الاطفال دي بتنتيب اس قالك لا خلاص يبقى انا بحط ابو سرفي اس عادي جدا في قولة يعني قصص اطفال تاني يعني قصص اطفال قالك بقى الجمادات والاماكن كده كده ما بحط لهاش ابو سرفي اس ملكية بجيب الاسم من وراء بعض والاسم الاولاني بيبقى صفة للاسم التاني يعني عندي كمبيوتر سكرين كمبيوتر سكرين يعني شاشة كمبيوتر تاني كمبيوتر سكرين شاشة كمبيوتر يعني ما قولش كمبيوترز وحط الكمبيوتر ابو سرفي اس الملكية لانه جماد نفس الكلام كار بارك كار بارك يعني موقف سيارات قال لي ما ينفعش اقول كارز بارك لا بقول كار بارك لان ده جماد ما ينفعش حطولو ابو سرفي اس ملكية نفس الكلام لما قول city center city center اللي هو وسط المدينة قال لي متقولش city center لانه ده مكان والمكان ما بحطولوش ابو سرفي اس الملكية يبقى الجمدات والاماكن ما بتحطلهاش ابو سرفي اس الملكية قالك بقى ازاي بسأل عن الملكية قالك انا بسأل عن الملكية دايما بكلمة whose معناها لمن او ملك من تاني هوز معناها لمن او ملك من ودي اشهر مشهورة في السؤال عن الملكية بس اقل لك ان هوز لها تركيبة محددة لازم اكون حافظها بمنظرها ده اسأل بيها دايما لما عوز اسأل عن الملكية قال لك هوز ماينفعش توقف لوحدها لازم ييجي وراها يا اسم مفرد او ييجي وراها اسم جمع تاني ماينفعش اقول هوز وبعدين اقول is او ماينفعش اقول هوز وبعدين اقول are لا بقول هوز وبعدين الاسم الاول سواء كان الاسم ده مفرد او اسم جمع قال لي لو كان الاسم مفرد خلاص فانا بجيب بعده is اما لو كان جمع فانا بجيب بعده are وبعدين قال لي لو كان is بقول وراها it او this او that it او this او that طب لو كان الاسم جمع بعده are قال لي بجيب بعدها they or these يعني تعال نشوف المثال ده it is always been يعني ده الم علي انا بسأل هنا عن ملكية مين قال لي انا بسأل عن ملكية الالم فبالتالي هسأل عادي خالص بكلمة هوز هوز اللي معناها لمن او ملك من طيب هوز هنا ما ينفعش توقف لوحدها انا بسأل عن ملكية الالم اللي بيجي بعد ابو السرفي اس الملكية هو اللي بيجي بعد هوز فايزا نحقول هوز بن جان هوز بن وبعدين اهو is it or is this or is that اذا انا كده كملت السؤال بتاع هوز تعال نشوف المثال التاني they are hellas books they are hellas books يعني دي كتب هالة قال لي لما اجي اسأل عن ملكية الكتب قال لي حسأل بكلمة هوز فحقول هوز طيب ينفعوا الهوز بسكت قال لي لأ قال لي حجيب اللي بعد ابو سر في اس الملكية اللي هو بوكس اللي اني بسأل عن ملكية الكتب فحقول هوز بوكس طيب ده جمعي بحقول are so whose books are وبعدين اجيب they whose books are they whose books are they قال لي انا بعبر عن الملكية كمان بكلمة belong to belong to معناها يخص او ينتمي الى او ملك يعني لم اقول this car belongs to احمد يعني هذه السيارة ملك احمد لاحظ ان الكلمة belongs جي ورها to بعدها اسم المالك وقبلها اسم المملوك فقلت this car belongs to احمد belong ممكن تيجي في اي زمن فبقول لي this car belongs to احمد دي في المضارع البسيط قال لي لما اجسأل عن الملكية في الجمل اللي فيها بلونغس اللي ممكن اسأل به او ممكن اسأل بهوز برضو عادي لما اسأل بهو تركيبة السؤال هتيجي من الاجابة اللي فوق هقول هو اداة استفهام طالما الفعل بتاعي في اس فلازم اجيب does so who does ولما اجيب does دايما بجيب من اول الكلام وارجع في عدد اصله فحقول who does this car belong to who does this car belong to يعني العربية دي ملك مين او تخص مين اما بقى لو جيت اسأل بهوز اللي هي ملك من اللي دي سؤالها معروف لازم اكون حفظه بالمنظر ده هسأل بكلمة هوز بسأل عن ملكية مين بسأل عن ملكية السيارة فلازم اقول who's car طب السيارة مفردة اللي جمع حاول السيارة مفردة طب تاخد ايه تاخد is فبالتالي who's car is ممكن بقى حط it وممكن احط this وممكن احط that برحتي بس طالما هنا جايب لي this car خلاص خليها this so who's car is this who's car is this وبكده يبقى تعلمنا ازاي نحط apostrophe s ملكية وازاي نحط s apostrophe ملكية وكمان ازاي اسأل عن الملكية سواء بهوز او بهو مع belong to thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bill so that you can watch all our episodes يلا شار لكل زمالك عشان الكل يستفيد ان شاء الله وتابع معنا ولما فعلتش الجرس انزل يلا بسرعة فعل الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله goodbye السلام عليكم